عايز اخدكم ليه خبر كل الرياضيين بيتابعوه وكل محبي محمد صلاح مو صلاح كل الناس بتابع العقد الخاص بتاعه تجديد عقده مع ليفر بول وإن لحاصل لكن الحقيقة جد جديد انه طبعا احنا عارفين انه كشف التقارير صحفية اسبانية انه نادي بارشلونا بيرى انه ممكن يضم محمد صلاح وانه يعني يبقى فيه مبلغ سبعين مليون يورو علشان يقدر يضم محمد صلاح ويعرض ده على النجم المصري محمد صلاح والحقيقة كمان بارشلونا يعني عنده اللعب النرويجي اللي بيحاول ان هو يتعقد معاه ونفس اللعب الحقيقة بيحاول كمان منشستر يونايتد في بريطانيا يتعقد معاه لكن الجميل انه هما شايفين انه محمد صلاح رغم انه ما بيلعبش هجوم لكن شايفين انه محمد صلاح ممكن يبقى المهاجم اللي هما محتاجينه فيه بارشلونا طبعا دي حاجات كتيرة جدا وكلام ومفاوضات واحنا عارفين ان عقد صلاح بينتهي في بداية صيف اخر يونيا 30 يونيا اعتقد 2022 فطبعا لازم يكون فيه يعني حسم بقى للموقف خصوصا انه الوقت اقترب وانه لابد انه يبقى فيه قرار من قبل ليفربول حنشوف هيعمل ايه يعني مفاوضات كتير بس اللي انا عايزة اقولولكو انه حتى محمد صلاح لو تفتكروا في لقاءات سابقة قديمة كان دايما يسأل انت تحب تروح فين او بتحب ايه او بتشجع ايه في اسبانيا فقالك بشجع البرزا او بارثلونا زي ما بيقولوا بالاسباني او بارشلونا فمش عارفين هل حينضم النجم محمد صلاح الى الدوري الاسباني ويبقى موجود خصوصا انه عقده فيه ليفربول هو 250 او 250 الف او 200 استرليني هل ليفربول حيزود ده ويبقى فيه مفاجأة رغم ان ليفربول عنده سقف على فكرة ما يقدرش يتخطى كل ده حيبقى قيد يعني الاحتمالات والاشياء الكتيرة اللي حنحاول نعرفها خلينا كده ناخد يعني خليني كده يعني زي ما انتم شايفين كمان اولا كلهم كمان دلوقتي بيسألوا على صلاح لان صلاح عنده اصابة انه يعود ويلعب لان فيه مباراة مهمة جدا قريبا جدا بين ارسنال وليفربول فانه صلاح يعود قريبا ويلعب وطبعا احنا منتظرين صلاح في مباراة مصر والسنغال ان شاء الله يبقى موجود مع الفريق المصري مفاوضات كتير لكن كلها بتطلعك على انه محمد صلاح ده النجم العالمي محمد صلاح واحد من اهم لعيبي العالم الآن الغريب ان الناس طبعا عشاق القرى لو انت دخلت على يعني في بريطانيا النجوم من اعلى نجمة هتلاقي طبعا رونالدو رونالدو هو اعلى واحد اجر في بياخده صلاح يمكن بيجي ترتيبه رقم 15 خلينا ناخد مزيد من المعلومات النقد الرياضي اسلام مجدي مساء الخير مساء النور على حضرتك وعلى المشاهدين كلهم ايه الاخبار صلاح في البرسا ولا صلاح ايه الاخبار اللي حيفضر في ليفر بول هل ممكن يبقى فيه مفاجآت يعني تحصل في الموضوع ده هو يمكن اللي حصل حصل انفجار للقصة بدري شوية او شويتين عن بعدها يعني هو عقل يخلص لست في الفين تلاتة وعشرين او لسه في موسم ونص موسم اه تلاتة وعشرين ولا اتنين وعشرين تلاتة وعشرين تلاتة وعشرين فهو يعني لست بدري بس طبعا بزي مجد نقول كده حروب اللي هوكلة والكلام ده كله ان القصص زي دي بتتفجروا بعدين طلاح مش هنقول بقى من الامضاء اللي عديم في العالم بالنسبة لي على الال هو بطلعة العالم فمنطق ان هو يطلبوا بعدين لعيد لما بيعرب من ثمي تلاتين عموما بيبتدي دور على اكبر عائد ياخده في مادي يعني اخر اكبر عائد يعني ربنا يزود نسايرته عموما بس هو بيبقى اخر اكبر عائد ياخده او العائد قبل الاخير بالنسبة لناسايرته فلازم يدور على اعلى عائد مددي به فالطبعي ان هو يطلب اعلى عائد مددي في المقابل لفربول عنده سقف الرواتب مش بيعديه لأنه هو الفرق معظمها بعيد نجوم صفه أول فخلاص فهو في الأزمة بيحاولي قرب وجهات النظر وهي دائما مفاوضة تجديد وكاننا بنقوله هو صلاح كمان يعني واقف عند السقف بتاعهم يعني في التجديد بس أنا عايزي أسألك هل صلاح هيبقى حيقدر يعني زي ما بيقولوا بالانجليز أو أنه هو يدخل في طريقة اللعب بتاعت بارسلونا خصوصا صلاح برضو الكرة الإنجليزية لها سيستم كده معين وتحديدا هو بقى له طبعا دلوقتي فترة مع ليفربول هل ممكن الصلاح يدخل في المدمار الأسباني ده؟ هو احنا نقدر نبص على تجربتين أدامة كراوري ووباميانج هم لسه راحين عارض لبرشلونا من قريب وقدروا يقدموا بستوى حتى فاجئ الناس اللي بتتبع الدولة الإنجليزية خصوصا أنهم يعني ما كانوا السوبر مؤخرا اه اوباميانج قدم مشتوىات عظيمة مع أرسنال بس ما كانش شوبر اه ادامة راوري نفس الكلام بس العيد محفوظ الدوري نديزي صعب جدا طبعا هو التنافس عالي جدا احنا نتكلم في ستة او سبعة او تمام سرقة وبيتنافسه على أربع مراكز اه طبعا ده لا يقل ان الدوري الثاني هو فاجئ جدا طبعا بس صلاح نتخطينا سؤال اللي هو هل هو يقدر ولا لا يعني اعتقد ان هو حاليا افضل عاكز العالم فاكيد اه بالنسبة لي برأي شخصي هو يقدر طبعا يفتئن في اي فريق او ان هو يتكيف على اي فريق فانا اتوقع ان هو اه يعني مش ده هي بقى السؤال بس السؤال التاني او السؤال المنطقة هي بقى هل صلاح اصلا عايز يروح برسلونة او لا هو ده السؤال يعني هي الناس كلها بترجع للكلمة كان صلاح كان لي لقاءات كتير وكان بيقول ان هو بيشجع برسلونة فهل هي ممكن يكون يعني هو كمشجع او من جمهور برسلونة ولكن ان هو يبقى واحد من اللعيبة بتاع الفريق هل ده هل ممكن يترك ليفر بول لانه كمان هو تأقلم على الحياة الانجليزية اصلا يعني هو انا انا شايف ان هو صلاح ذاكي جدا يعني لو خد خطوة هيبقى حسبها مليون مرة قبل ما يخدها طبعا حتى لو خدنا بالنا بتنقلاته من بيرنتينا لروما لليفر بول لا يعني من بعد تشيلسي هو ابتدى يحسب الف حساب لكل خطوة له ده ممتاز حتى في المواسم بيصولها بالطريقة بيسجل بيه حاجات كتيرة جدا بيعملها في الملعب وغيرا الملعب بتبني اللاقح هو طعا بيتعلم وبياخد خطوات ذكية اه انا شايف ان فيه مثلا تجارب او موضوع التشجيع منوش علاقة بالبعيل عفين لأن الموضوع بيضخل احترافية شوية عكس فمثلا عندنا في الدور المصر تشجيع بيفرق في ايه يعني اوباميانجي بيشجع ريال مديد وكان خلم ويلعب في ريال مديد لتلقى مع برشلولا لعبة كير كده مش ده بس فهي الفكرة في ايه ان هو بالنسبة لبروجيكت برشلولا نفسه او مرشوه برشلولا نفسه هل هو يقدر يتكايف على وجود صلاح يعني مستي مثلا مش بسبب في رواكة في الليجة وبسبب قواعد اللعب المالي المظيف ومشاكل برشلولا المالية عميقة جدا جدا صحيح هل هل كمان مشروع عادل بناء الفريق طبعا هو صلاح طبعا احنا قلنا وأعتقد هما كمان ممكن يكون عندهم من الزكاء انه هو يعني يبقى عنده حد زي محمد صلاح بعد كمية الشعبية الكبيرة اللي حصلت في الدوري الانجليزي بسبب وجود محمد صلاح فممكن يكون هو عايز برضو يستفيد من هذه الشعبية الكبيرة اللي موجودة في العالم يعني طبعا هو يتمنى يتمنى هو هيكسب هيكسب الجماهيرية هو طبعا نادي جماهير ومن أكبر الانجليزي في العالم يستفيد برضو الجماهير الخاصة في صلاح نفسها زي ما بنلاقي العيبة كتيرة زي جماهير ميسل وجماهير ونالد هو عنده جماهير عنده فعضوه الكبيرة كمان أداءه في الملعب هو مستوى في الملعب يؤهل هو يختار سؤالي الأخير طبعا سؤالي الأخير قبل ما نقفل التويتر بتاعت طبعا مدير أعمال صلاح رامي يمكن كانت عاملة مشاكل بالنسبة ليفر بول لما يعني عمل تويتر كده وقالوا على تويتر إنه بيتريق شوية هل برضو تحس كده إنه في المفاوضات في كده أجواء مش مريحة يعني اه يعني أنا مش متفق مع اللي حصل من الطرفين مش طرف معينه أنا مش متفق معا إن القصة كانت تطلع وتتصدر وكورستريمس ملعب يعني هو أنا ضد لأن نموذج منه ريولة بتاع إنه يعمل مشاكل عشان يجيب أكبر مش هو النموذج السائد لكنه النموذج الشز في المعادلة فمش دايما هو صح أنا كنت ضده تماما إنه ده يحصل ده أكيد عموما الأيام هتكشف عن ده وجميل إنه يفضل صلاح عموما هو تحت الأضواء طول الوقت طالما هو في الملعب وبيقدم كل يوم يعني بيقدم كل يوم مستوى جديد هو صلاح بيفاجئ العالم طول الوقت وبيعمل مجهود كبير جدا نتمنى له التوفيق وحنتابع معاكم أكيد طول الوقت مع علومات كتير النقد الرياضي إسلام مجدي بشكرك شكرا جزيلا